اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا زلنا نعيش في ظلال السيرة النبوية العطرة وقضايا أمتنا الإسلامية اليوم نتحدث عن صاحب هذه السيرة المباركة من حيث التربية من حيث تربية الله سبحانه وتعالى له وعنايته له فإنك بأعيننا فالله سبحانه وتعالى قال له هذا الخطاب العظيم وأنا أعتقد هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعناية الله سبحانه وتعالى به ولذلك رباه وأدبه أحسن تأديب وشهد له بعد ذلك بأنه وإنك لعلى خلق عظيم هذه شهادة بعد القسم نون والقلم ثم بعد ذلك وإنك لعلى خلق عظيم بتأكيد إن ولام التوكيد وباستعمال كلمة على التي هي للاستعلاء والتمكن الكامل من هذه الأخلاق وهذا يعني أن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقا في القمة ومع ذلك كانت مطبقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان يأمر بشيء إلا ويقدم نفسه عليه وكذلك حينما ينهى عن شيء كان أكثر الناس امتناعا عن هذا الشيء فكان قدوة حقا لهذه الأمة الكريمة بتصرفاته وبأقواله وبكل ما يصطر من هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدل على هذه التربية الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبخاصة السور المكية سبع صفات أساسية تضمنتها سورة الانشراح وكلها من عند الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك انشراح الصدر لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفق فقه الميزان بكفتيه المادية والمعنوية فقد ثبت أن سيدنا جبريل عليه السلام قد نزل عليه وهو صغير يلعب مع الغلمان فأخذه وشق صدره ثم بعد ذلك وغسل قلبه في طص كما يقال ثم بعد ذلك أخذ منه ما يتعلق بالشيطان وبذلك كان قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن للشيطان أبدا سبيل إلى هذا القلب المبارك الذي طهره الله سبحانه وتعالى وكذلك يدل على الجانب الآخر وهو مسألة الانشراح مع الناس وبص الوجه مع الناس وأخلاقيات العظيمة مع الناس في كل ما تعني وتواضؤه مع الناس وقول الناس وتعامله حتى مع من يشتد معه كما حدث مع العراب وهو يجذب بردته حتى تؤثر على جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بأبي وأمي هو يضحك ويبتسم ثم بعد ذلك وحينما قال إنك لم تعديل أو لم تعديل أخذه وأرضاه وحتى لا يبقى في نفوس صحابة شيء قال له كل ذلك للصحابة هذه هي الخلق أو هذا هو الخلق العظيم الذي وصفه الله سبحانه ألم نشره لك صدرك ووضعنا عنك وزرك رفعنا عنك كل شيء كل ما يسمى بالأوزار والأثقال التي تثقل كاهل الإنسان الله سبحانه وتعالى رفعهم عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأزاله عنه وهذا أيضا جزء أساسي حقيقة من تربية الله سبحانه وتعالى له ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك الله سبحانه وتعالى رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا بالإضافة إلى أنه أعطاه وعلمه الأمل الكبير الذي ليس له يعني نهاية إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يعني هذا التأكيد الكبير من الله سبحانه وتعالى تدريب وتأهيل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعرف المسلم اليأس اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعد العسر يسرى ليس بعد العسر يسر وإنما مع العسر نفسه أن هناك يسرى مرتين ولذلك قال ابن عباس لن يغلب العسر الواحد يسرين العسر لأنه تكرر بالمعرفة والمعرف إذا تكرر يراد به شيء واحد والنكرة إذا تكررت كقاعدة عامة وإذ نكرة إذا تكررت يراد به شيئان هذا اليسر الذي يصاحب الإنسان هذا اليسر الذي يتأدب الإنسان ويتربى الإنسان مع العسر هذا اليسر الذي يكون هناك في الآخرة هذا الحقيقة مسألة الأمل اليوم أمتنا بحاجة إلى هذا الأمل الكبير إلى هذا الأمل العريض لأن عداء الإسلام كلهم بدون استثناء يحاولون أن يوصلوا هذه الأمة إلى مرحلة اليأس ما يسمى بالسياسة التيئيس ولذلك مهما فعل المسلمون يحاولون تطبيق الإسلام مرة بما يسمى بالانتخابات والديمقراطية ومرة بالجهاد كما حدث في أفغانستان يحاولون إفشال كل هذه التجارب ولكن المسلم دائما يكرر ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عمه الذي أبو طالب الذي كان نصيره وتوفيت زوجته المباركة خديجة أم المؤمنين النصيرة العظيمة وذهب إلى طائف وفعلوا به ما فعل حتى أدميت رجل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كان تنزل سورة يوسف للاستدلال بأنه إذا كان يوسف قد أخرج لهذا السبب ولكن كان صادقاً في عمله ومكنه الله سبحانه وتعالى فما بالك يا محمد صلى الله فإن الله يمكنك لأنك كل ما أصابك بسبب دينه كذلك نزلت سورة الفجر التي أيضاً تدل على ذلك حينما قال يا آخرها يا أيتها النفس المطمئنة فما أحوج المؤمنين اليوم بهذا الإطمئنان النبوي بنصر الإسلام وعزته وأنه يصل إلى العالم أجمع بعز عزيز وذل ذليل وهذا وعد الله الحق ولا قيمة لأي وعد آخر أكتفي بهذا القدر ونريد أن نسمع كذلك كلام أصحاب الفضيلة حول هذه المسألة ونبدأ بفضيلة أخي الحبيب الشيخ فضل فليتفضل مشكوراً بارك الله فيكم شيخنا على هذه الإفاظات وعلى هذه الأنوار لفت نظري في صورة الشرح أنها تحمل مقومات السعادة الخمسة السعادة التي يبحث عنها الفلاسفة التي يبحث عن الكتاب المفكرون التي يبحث عنها العالم التي يبحث عنها الناس في الدنيا في الغنى في المادة هذه الصورة حملتها والنبي عليه الصلاة السام حينما شكى إلى ربه ما يجده من أذى وما يجده من مواجهة وما يجده من أذى في نفسه في أسرته في أصحابه هذه الصورة تعالج وتبين مصادر السعادة الخمسة السعاء أولاً الصحة النفسية مصدر النفسي لانشراح وهذا شيء هام جداً فإذا كان الإنسان مكدراً مهموماً مغموماً لا يكاد أن يؤلف ولا يعمل ولا يدعو ولا ينفتح عليه شيء في حياته ولذلك الأمور العشر التي كان يستعيد منها السعادات العشر التي كان يستعيد منه نبي عليه الصلاة والسلام المؤثرات النفسية الخبيثة وهي اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبر والبخل وأعوذ بك من غالابة الدين وقهر الرجال ومن المأثم والمغرم في رواية فهذه الأمور العشرة تؤثر على النفسية ولذلك في القرآن الكريم يركز القرآن على الصحة النفسية حتى ولو كنت في مجال الدعوة فيقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين يجد له معالجات حقيقية للقضايا النفسية يجد له معالجة أخرى يقول له لا تحمل الهموم ولو كانت حتى لأجل الدعوة ولذلك قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني ستقتل نفسك ستهلكها ولذلك برأة أخرى يقول له لا تكون في ضيق لا تحاصر نفسك بالمضايق والهموم والغموم يعني الحفاظ على الدعوة الحفاظ على الدعية وعلى نفسية شيء مهم ومن جانب آخر يقول لا تخف وفي آية أخرى لا تخاف وفي آية ثالثة بالجمع يقول لا تخافوهم هذه العلاجات للنفسية البعد الثاني وهو الصحة الإيمانية الخلو من الذنوب والاستغفار ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولم نشرح لك صدرك وضعنا عن كوزرك الذي أنقض ظهرك في إشارة إلى ما في الذنوب من ثقل على الإنسان وعلى تحمله الثالثة وهي الذكر الحسن شيء اجتماعي السعادة الاجتماعية حينما تكون في مجتمعك وأنت عندك السير الحسن العطرة حيثما ذهب هذا فيه سعادة نوع من السعادة العظيمة وهي ما كانت في النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن ذكره بذكره صلى الله بذكر الله سبحانه وتعالى والثالثة والرابعة هي المعرفة المعرفة بالدنيا والخامسة هي الصلة بالله معرفة بالدنيا قال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يعرفك بالحياة أنها تتقلب من عسر إلى يسر والأخير ماذا يجب عليك البعد مع الله سبحانه القرب من الله عز وجل بعد إيماني فقال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وأكتفي بهذا أحسنت فضل فضيل الشيخ نور الدين شكرا فضيل الشيخ علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أيضا أتناول هذه الحلقة من زاوية استدعاء ما تفضلت به وتفضل به دكتور وفضل ما تفضلت ما به فيما يتعلق بإنشراح الصدر النبوي وتعظيم السنة النبوية في الأمل والاستشراف والابتهاج هذه السنة التي ثبتت بنص القرآن ألا بنشرح لك صدرك وثبتت بحالة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه في أنه بأمل عظيم وبطمأنينة لا مثيل لها بوصفه النبي المرسل وبناء على ذلك قد حاز الأوصاف الكاملة في دائرة البشر كيف ننتقل من هذه الصفة النبوية إلى أوضاعنا التي تعيشها الأمة الآن فيما يعرف بوضع انهارت فيه كثير من القيم تردت فيه كثير من المعنويات ابتلي فيه كثير من الناس بيأس وحزن ومصائب ونوازل ومعروف أن التئيس والتحزين هذا من عمل الشيطان ومع ذلك هو نتيجة بيئة مادية ومعنوية يصل إليها المبتلون بهذا الوضع المأساوي الكارثي في عدوين عامة أقول مثلا موضع العنوسة في عالمنا العربي والإسلامي هي بالملايين الآن في دول عربية وإسلامية الطلاق الذي هو في نسب متقدمة بعضها ببعض على مستوى الدول كذلك ما يعرف بحالات الانتحار وحالات الإلحاد أنا لا أقول ظاهرة لأنه ليس عندي إحصائية دقيقة الآن ولكنها حالة موجودة في كثير من البلاد العربية والإسلامية أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضع تأخر التنمية تأخر الإنتاج قلة العمل كثرة البطالة تأخر الزواج أو العنوسة بمعنى أكثر دقة فكل هذه الأوضاع التي عيشها بعض شبابنا وبعض أمتنا إنما تعبر عن حالة غير طبيعية وهذه الحالة جديرة بأن نضيفها أو أن نحيلها إلى السنة فيما ذكرناه في هذه الحلقة الكريمة المباركة فيما يتعلق بالأمن النفسي والصحة النفسية والابتهاج والانشراح هذه الصفة النبوية التي لنا حظ فيها من جهة ما يتعلق بنا لا من جهة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بمقام التصرف النفسي والقيم والأخلاق باعتباره نبيا ورسولا وقد أويد من قبل الوحي بذلك ألم نشرح لك صدرك ولكن هذا الانشراح الصدري في تعلقه بالإنسان له تمثل وفهم ووعي كيف إذن نحول هذه الصفة النبوية والحقيقة الجامعة في شخصي عليه الصلاة والسلام نحولها إلى مقاربة لأمتنا لمعالجة هذه الأوضاع التي أشرت إليها قبل قليل هذا موضع بحث وتحقيق وإحصائيات واستطلاعات رأي وكذلك موضع خطاب وتدريس وتأليف وتصنيف وحتى موضع كما قلت في ما مضى موضع عمل إعلامي عمل فني عمل يجتمع فيه الجميع بل هو سياسة الدولة بل هو سياسة المدرسة وسياسة المجتمع وسياسة المؤسسة الذي أختم به مدخلة هذه أقول بأن حظ المسلم اليوم من هذه الصفة النبوية أن يعملها فهما أن يعملها تمثلا وعملا وأن يعملها كذلك برنامجا وخطة ومصارا مركبا من الفنون والتعليم والخطاب وفي مقدمة ذلك القدوة الحسنة والله والله وتوفيق أحسنت بارك الله فيكم أحسنت فضيلة الشيخ محمد حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما أشرتم إليه فضيلة الشيخ من تربية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم التضحى في جانبين الجانب الأول مختص به والجانب الثاني شامل لأصحابه وأمته فقد رباهم الله تربية شاملة ولذلك نجد الخطاب الذي يوجه تارة يكون بالضمير المهرد وهو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في سورة أعلى بنشرح وفي سورة الضحاق قبل ذلك وقد يكون بصفة الخبرية الجماعية مثل قوى الله تعالى محمد الرسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سعوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقد يكون ذلك للأمة من بعده فقد نصر بالرعب مسيرة شهر وترك ذلك للأمة من بعده وكذلك الوعد الذي أخبر الله به فقد قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن أحسن الوعد وأبلغه قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو الذي بعث في الأمجين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرار مبين وآخرين منهم من الأمجين لما يلحقوا بهم ولما لنفي الماضي المنقطع ومعناه أنهم سيلحقون بهم غدا نلقى أحبه محمدا وحزبه وهذا تشجيع بالغ لهذه الأمة إلى آخرها ثم بعد ذلك فإن الله قال في سورة المائدة تشجيعا عجيبا لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه على الجهاد فقال أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشونهم؟ هذا السؤال عجيب تصوروا هذا السؤال يوجهه الله إليهم يقول أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشونهم؟ وكذلك قال له هو بصفة الضمير المهرد وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه كذلك في هذه التربية والتكوين أنه يقص عليه من قصص الماضين ما يثبت صدره كما قال الله تعالى في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به وآدك وجاءك في هذه الحق وموعبة وذكرى المؤمنين وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده وبصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فآدك ولذلك قال له أيضا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التربية في سلوكه وهديه فعندما قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر كان يتذكر أبية من إسرائيل لموسى وصبره عليهم وكذلك قال رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السهن ما مكث ثم أتاني الداعي لا أجبته وتمثلت هذه التربية كذلك في الوعد الكثير الذي أعيد به في الدنيا والآخرة كان كلما كانت معركة يخبر بنتائجها قبل أن تكون معركة بدر وهو في الليل مع ابن مسعود يقول له هذا مصرع هلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع هلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع هلان غدا إن شاء الله ابن مسعود يقسم ما تجاوز أحد منهم المكان الذي حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أولئك قد رآهم صرعا يجرون على وجونه من القلب وهكذا في المعارك يخبر بنتيجتها قبل أن تكون تشجيعا له وتربية له تمام التربية وتمام التشجيع بارك الله فيك على هذه الإضافة الطيبة فضيلة شيخ محمد الآن فضيلة شيخ علي تفضل بسم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله يعني انطلاقا نقول الله الاستدلبي الشيخ ألم نشرح لك صدرك تجد في القرآن آيات كثيرة في امتنان الله على رسوله عليه الصلاة والسلام منها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يعني السياق جاءت ولقد آتيناك سبعا من المثاني بعض العلماء قالوا الطوال السبعة وبعض القول الراجح بعضهم يرجح يسورة الفاتحة وقالوا يعني عطف العام على الخاص ولكن شفت الآية كيف ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يعني قوية تدخل في أعماق النفس البشرية بعد قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين يعني اللي يعطيها الله السبع المثاني ويعطيها الله القرآن الكريم يحدث لاستعلاء على أهل الدنيا بأصنافهم المتعددة الأزواج المتعددة بمذاهبهم مهما كان أشكالهم وألوانهم وقوتهم فالقوة تستمد من الله سبحانه وتعالى تستمد من منهجه سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واستمرت الآيات وقل إني أنا النذير المبين كمان زلنا على المختصمين الذين جعلوا القرآن عظيم في نهاية الصورة قال في صورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يعني أهل الكفر وأهل الشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضيق صدرك بما يقولون أعطاه العلاش مده الله بالعلاش اللي هو للدعاة وللعلماء ولأفراد الأمة كافة لكل من يشعر بضيق من أعداء الله ومن أتباع إبليس وأتباع الشيطان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين علاج عظيم في التسبيع وفي حمد الله وفي السجود لرب العالمين واستمرار العبادة على منهج الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي الموت والقرآن بطبيعته محجزة ومنهج حياة فالمحجزة للأنبياء السابقين انتهت بانتهاء الفترة الزمنية معجزة القرآن تمتد في الزمان تمتد في المكان باقي إلى أن يرث الله والأرض ومن عليها والمنهج كل من تمسك به فما آله إلى النصر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم مبارك الله فيك شيخ عليك أحسنتم مبارك الله فيكم إضافة طيبة بعد هذا العرض الطيب الذي ظهرت ملامح هذه التربية النورانية الربانية المباركة من رب العالمين لحبيبه المبعوث رحمة للعالمين فكيف تكون هذه التربية من الرب العظيم الرحمن الرحيم لتهيئة رسول يكون رحمة لجميع العالمين فلا شك أنها تكون تربية عظيمة تربية متوازنة قائمة على تسكية الداخل تسكية الخارج تسكية العقل تحقيق جميع الموازين والأوزان حتى يكون هذا رسول صلى الله عليه وسلم ثابتاً قائماً على الحق أبداً لا يخاف في الله لوم تلائم يحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى به ويهي أمته كذلك لتكون خير أمة أخرجت للناس فنحن ما أحوجنا اليوم إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المحن ونعود إلى هذه الخيرية التي هي خيرية العقيدة والأخلاق والتربية وليست خيرية العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة من لأكمل هادي تعالى لنمحوا هماً وغماً ونرشف نوراً من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرات خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة